إذن هذه اللحظات للقاطات واردة من داخل المستشفى الشفاء بغزة واللحظات العصيبة التي يمر بها نازحون بالمستشفى والطواقم الطبية مع الاستهداف للاحتلال الإسرائيلي للمستشفى ومحاصرته منذ ساعات الليل دخول جنود الاحتلال للمباني المختلفة في المستشفى وخاصة الدخول في غرف الطوار والعمليات الجراحية لأن مدير مستشفى غزة يتحدث على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يتحدث أو يعتقد بأن دخول جنوده مجمع الشفاء بالقطاع كما نلحظ في هذه اللحظات سيكون نصرا له متحدثا على أن المقاومة تتواجد في أنفاق تحت المستشفى لكن دخول الاحتلال الإسرائيلي لم يجد أي دليل على وجود المقاومة الفلسطينية بداخلي أو تحت هذا المستشفى وجيش الاحتلال دخل مبنين مهمين منذ ساعات الليل مبنى الجراحة والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي حيث أفادت وسائل إعلام الفلسطينية بانتشار مكثف للدبابات والجرافات الإسرائيلية في ساحات المستشفى فأكدت أن الاحتلال أطلق النار بداخل مجمع الشفاء رغم معرفاته بوجود أكثر أو فيما يقترب من عشرة آلاف من الطاقم الطبية والجرحة وأيضا النازحون الذين يتواجدون منذ بداية هذا الحرب في السابع من أكتوبر في هذا المستشفى الذي كانوا يعتبرونه مأوى لهم من الضربات التي كانت تحدث في أكثر من مكان في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر